السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم إخواني واخواتي في قناتكم أسرار الشفاء بعد انتظار طويل من إخواني المباركين والمباركات المتابعين والمتابعات أتيتكم بوصفة مدمرة لهؤلاء الشياطين الذين شوهون الجمال ويسخطون الشعر وهؤلاء الذين لا يتركونكم أن تناموا ويسببون لكم التعب العام التعب الشديد ألم في العظام والمفاصل التشنجات العضلية في الصدر والضيقة في الصدر الألم في الرحم والمضايد الألم في الركب والأقدام هذه الأشياء كلها بإن الله تبارك وتعالى حتى التعطير عندما تذهبون إلى محل للتجارة أو مكان ترون كأنكم لا يرونكم الناس بسبب التعطير يهملونكم بسبب التابعة أو الجنود المسلطة على هذا الجسد في داخل الجسد يظهرونكم للناس أغبياء وأنكم ليس لكم وزن في هذه الدنيا لذلك إخوان أخواتي لا بد من وصفة مدمرة لتعذيب وإرهاق هؤلاء الشيطين وإخراجهم بإذن الله الوحيد القهار عليكم بإذن الله تبارك وتعالى أن تأخذوا بهذه الوصفة فهي وصفة مجربة مباركة بإذن الله لتعذيب الجسد على الجسد كله في الأرجل في الجسد في الدماء في كل مكان يسكن في الجسد لذلك عليكم أولا أن تستعينوا بالله تبارك وتعالى وتتوكلوا عليه وتجتهدوا في هذا البرنامج فإنه قوي بإذن الله تبارك وتعالى بالنسبة لهذه الوصفة ففيها الأعشاب فيها شب وسدر وملح صخري وفيها أعشاب أخرى من عندنا في مركز أسر الشفاء لا يمكن أن نقول عنها يعني أعشاب أخرى من مركزنا أسر الشفاء فهذا الوصفة بإذن الله تبارك وتعالى للذين يمتلكون المغتس هذا الذي ترونه في الصورة المغتس يقسمون هذا على أربعة أيام في كل يوم يضعون جزءا في المغتس بإذن الله ثم ينزلون فيه بإذن الله لمدة لمدة عشرين دقيقة أو ربع ساعة خمسة عشر دقيقة أو نصف ساعة ثم بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى يخرجون من هذا المغتس فلا بأس يضعوا زيت الرقية كي يتطب جلدهم وفي نفس الوقت ففي زيت الرقية فيها زيت روح الفجن وفيها زيت القاتران وفيها الميسك وفيها أشياء أخرى بإذن الله تبارك وتعالى وفيها زوية أخرى لذلك ركزوا مع إخواني أخواتي بالنسبة لهذه الوصفة لأربع عشرين يوما للناس الذين عندهم المغتس كما ترون في الصورة المغتس ففي كل أربعة أيام بإذن الله تبارك وتعالى للناس الإخوان والأخوات الذين يعانون من تشويه الخلقة والجمال والصورة أو كل الناس تقريبا فعليهم أن يضعوا كل أربعة أيام زيتا من هذه الزيوت هذا زيت القاتران أو زيت السدر أو زيت لبانددكر هذه وصفة من عندي هديتي إليكم بإذن الله تبارك وتعالى في كل يوم هذا الزيت بإذن الله تبارك وتعالى أو أنا أرقيها الذي الزيت الذي يبعه عندنا في مركز الشفاء سأكون أرقيها أنا شخصيا ستأخذ هذا الزيت بإذن الله تبارك وتعالى وتضعوه على رأسي ككله بإذن الله تبارك وتعالى ومن بيت الشعر كله يعني قننا كلها صغيرة تضعوه على رأس الشعر كله والرقبة والناصية والوجب بإذن الله والحنجرة كلها ثم تدخل في المغتس وتضعو زيت هذه الزيوت واحدة من هؤلاء إن شاء الله إذا أردت أن أرسل لك الخاتران أرسلت لها لك إذا أردت السدر أو إذا أرسل بانددكر أو أن أخليطهم لك يعني هذا البرنامج أرسل معه خمسة من هذه بإذن الله تبارك وتعالى مع زيت الرقية مع بإذن الله تبارك وتعالى خمسة إما منها زيت السدر أو زيت القاتران أو زيت لباندكر بالنسبة لهذه الزيوت فإنهم أرسلهم للناس مع خمسة من هذه بإذن الله مجانا يعني خمسة زيوت إما هذه مجانا تذهب مع الوصفة مجانا خمسة زيوت تذهب مجانا بإذن الله تبارك وتعالى إنما نبيع هذه وزيت الرق فقط لإخواني أخواتي لذلك هذه الزيوت فإنها بإن الله وقسموا بالله لمجربة الناس الذين جربوا زيت القطيران بسبب ألام في الرأس إذا كانت مرقية إذا وضعوا الناس الذين ضعونا المغطس بإن الله ووضعوا زيت القطير على رؤوسهم بإن الله الشعر المتساقط يعني يكادوا لا يرى الشعر المتساقط يعني نقصت درجة التساقط في الشهر إلى 8% بالنسبة لأنف الرأس ذهبت بإن الله تبارك وتعالى تقريبا 90% أو تقريبا 100% ذهبت ألام في الرأس ألام في الرأس تذهب تدريجيا إذا كانت شديدة أما إذا لم تكون شديدة فقد تذهب 100% بسبب هذا الزيت المبارك بإن الله تبارك وتعالى ولا تنسوا الذكر والقرآن والحرب مع هؤلاء الشيطين بإن الله تبارك وتعالى فهذا البرنامج يصلح أن تداوم إما على آية الكرسي 300 مرة يوميا أو 500 أو تدوم على سورة البقرة وصورة الأنفال وصورة التوبة بإن الله تبارك وتعالى فإذا دومتم على هذه الصور بإن الله فستهلكون عدوكم وينصركم الله ونصر مؤذرا أما الطريقة الثانية من الناس الذين لا يملكون المغتص فعليهم أن يقوموا بإن الله تبارك وتعالى بأن يقسموا هذا على سبعة أيام أو تمانية أيام ثم يستعملوا هذه الوصفة تقريبا في كل شهر يعني الوصفة عليهم هذه الخمسة عليهم أن تأخذ لهم شهرا تقريبا شهرا اليوم يستحمون يأخذون أربعة ملاعق تقريبا أو ثلاثة أو خمسة ملاعق من هذا ثم يضعونها بإن الله تبارك وتعالى في إناء ثم يخلطونه بأيدهم ثم يفرغونه على الجسد على الجسد على الأكتاف والظهر لمدة خمسة دقائق ويتركونه لمدة خمسة دقائق ثم يغسلونه بإن الله تبارك وتعالى وفي كل أربعة أيام خمسة أيام سواء للناس الذين يغطيصون أو الذين يستحمون أن يضعوا إما زيت هذا أو زيت هذا ويرقونه بإن الله تبارك وتعالى ويضعونه على الحنجرة والرقبة على الرأس وعلى الناصية وعلى الوجه لأن هذا الزيت سيعذب الشيطان الذي يشوه الجمال السيد السدر فيه فوائد لمعان في البشرة لأن السحر الذي يشوه الجمال والعاشق الذي يسكن في الوجه فإنه يسبب جفاف في البشرة وهذه الزيوت سوف ترطب البشرة أولا ثانيا سوف تعدب هذا المسل العاشق الذي يشوه الجمال لأن هذه الزيوت كلها لها نبتة أصلية منذ القدم السدر له نبتة أصلية منذ القدم كذلك القطران فالناس القدامة كانوا يداوون به منذ القدم هذا الفراعن كانت تداو به منذ القدم لبن ذكر لذلك زيته فقد يؤثر على الشيطان إذا توكلتم على الله عز وجل لذلك إخواني أخواتي استعينوا بالله تبارك وتعالى فهذه الوصفة موجودة عندي في مركز أسرات الشفاء وكذلك كما قلت لكم الزيت الرقية تستعمل بعد كل غط سبيل الله أو بعد كل استحمام لذلك فمن أراد الوصفة فليتواصل معنا على هذه الأرقام التالية أقول قولي هذا والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر